طيب اروح بقى الى تدعيات ما يحدث طبعا بعد الافتتاحية في لقاء مع كاتبنا الكبير استاذ عشف بالهول وهو كاتب متقصص في الشأن الفلسطيني والاسرائيلي يعني فضلا عن خبرة كبيرة على الارض نفسها عندما كان مراسلا للأهرام في الارض المحتلة فضلا عن انه بطبيعة الحال مدير تحليل الاهرام الان لكن يحمل كل هذه الخبرة في هذه الدائرة المعلوماتية المهم فانا مش هكلم على معلومات داخل انا نكلم على تحليل سياسي هنا فيما يخص ما يجري زي ما قلت وسأعود فأكرر وأؤكد انه حماس عملت عملية عسكرية بديعة مبهرة زلزلة الكبرياء الاسرائيلي بل كسرته وفجرت نظرية القوى الاسرائيلية والغطرصة الاسرائيلية لكنها هي بتعمل ده عملت اعمال ارهابية كارثية ارتدت علينا كأنها اسلحة فزدة ليه ده سؤال مهم سنحاول الاجابة عنه الان او عليه المشكلة الرئيسية ان احنا اذا اختطاف القرار الفلسطيني يعني ايه يعني ده مش قرار الشعب الفلسطيني وهو اختيار المقاومة المسلحة للحصول على الارض المحتلة واستعادة تحرير الارض ده العملية دي مش قرار الشعب الفلسطيني ولا تقدير الشعب الفلسطيني ولا حتى ممثلية ولا حتى مجلس امن القومي ده لو لو مجلس امن قومي ده قرار حمساوي يخص حماس اذا ما ليش دعبا العملية اصلي فيه برعة رهيبة فيها نتيج ممتازة فيها وفيها نتيج كارسية لكن ما ليش دعبا بطبيعة العملية دلوقتي المكالة في قرار العملية هو اختطاف للقرار الفلسطيني ليس قرار فلسطين ولا قرار دولة فلسطين المرجوة يعني ولا قرار الشعب الفلسطيني ولا السلطة الفلسطينية ولا اهل غزة ده قرار جماعة حماس يبقى اختطفوا القرار الفلسطيني قطع